السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقم فارس في حلقة جديدة وموضوع جديد في هذه الحلقة سوف نتكلم إن شاء الله بشكل معمق عن موقع وكيف يكسب المال كيف يعمل كيف هي الاستراتيجية فمثلا في علام التصميم دوما ما نقوم بعمل تغذية بصرية ونشاهد التصاميم كيف قام بذلك التصميم ما هو الأسلوب ونقوم بعمل سرقة غير وقهة أو نقوم بعمل اقتباس لتصميم نأخذ الفكرة ولكن ليست سرقة فقط حتى نغذي أبصارنا نفس الشيء في عالم المال والأعمال والعمل على الأنترنت سوف تكون هناك سلسلة كاملة لمراجعة مجموعة من المواقع أعرفها شخصيا بالإضافة إلى أن فيها محتوى جيد أصلا من البداية أنصحك بتصفحها هذه المواقع التي أعرفها سوف نشاركها معكم إن شاء الله موقع تلو الآخر في كل مرة نشارك موقع سوف نراجع إن شاء الله ما هو الموقع في كل مرة ما هي فكرة الموقع كيف أتت فكرة الموقع كيف يكسب الموقع المال ما هي الطرق التي يكسب بها هذا الموقع المال كيف يحصل على الطرافق ما هي تقنيات المستخدمة في الحصول على الطرافق في كل مرة سوف نناقش هذه النقاط والأهم من ذلك هو مناقشة نقطة كيف تحصل أنت على موقع مشابه أو كيف تبني فكرتك الخاصة الموقع ببساطة هو عبارة عن مدونة تنشر طرق لكسب المال من الأنترنت كيف تدير هذا المال كيف تعيد استثمار هذا المال التخصص مهم جدا 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 عودنا إليكم من جديد كما سبق وأخبرناكم عن موقع هذا الموقع ينشر محتوى عن المال كيف تحصل على المال كيف تسير المال كيف تخزنه كيف تقوم باستثماره لتجعله ينمو ويكبر فالموقع كما ترى منظم بشكل جيد الوهلة الأولى أول شيء يواجهك إيميل ليست يقوم بجمع إيميل ليست ليحصل على مصدر رائع لترافك فيما بعد سوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا كما ترى فالموقع قالب احتلافي خرافي يعطي نظرة على جدية صاحب الموقع في العمل مثلا أستطيع أن أتوجه إلى أي قسم وأقرأ المحتوى فالمحتوى هو الملك المقالة أو المقولة الشهيرة جدا كيف يكسب هذا الموقع المال بكل بساطة يكسب المال عن طريق ثلاث طرق الإعلانات الأفليت وبيع الدورات المدفوعة أو الاستشارات كما سبق وأشرناكم عن طرق كسب المال من هذا الموقع فهي الأفليت لمن لا يعرف الأفليت وهي عبارة عن أن تكون وسيط بين المنتج والمشتري تكون أنت السبب في شيراء ذلك العميل لتلك الخدمة وبكل بساطة صاحب المنتج يمنحك عمولة مقابل جهدك وعملك باختصار شديد لكل من لا يعرف الأفليت أو التسويق بالعمولة وما إلى ذلك ما الذي جعلني متأكد أن الموقع يقوم بالعمل بالتسويق بالعمولة الأفليت ماركيتنج الدعايات سواء دعايات مباشرة تجده يتكلم عن شيء في الموقع ويكون ذلك بإعلان أو صاحب الموقع أخبره أن يقوم بكتابة تدوينة عنه وما إلى ذلك وهذه النقطة الثالثة وهي بيع الكورسات أو المحتوى قبل أن أتصفح الموقع أو أريكم هذه الأمور بكل تأكيد ببساطة يا أصدقاء لأن صاحب الموقع لأني أعرف صاحب الموقع في موقع آخر وتدوينه هنا يتكلم فيها عن موقعه هذا فسبق وأن شارك معنا كل شيء لذلك لا تستغرب إذا وجدتني أتكلم بثقة وأعلم أني فعلا فعلا سوف أجد هذه الأمور أو هذه النقاط دعنا فقط نبحث عن الدليل حتى يكون لكل شيء مصداقية مثلا أدخل إلى أول مقالة أو أول تدوينة في الموقع أنزل إلى أسفل لأرى الشركات أو الطرق التي يستهردها علينا من أجل كسب المال وأنا متأكد أنه سوف نرى العديد من الطرق التي يشير إليها وفيها دفع للمال وخصومات وما إلى ذلك وبالتالي سوف يكون لديها برنامج شركة مثلا سيرفاي جينكي خلينا نتأكد ربما الموقع غير مدعوم خاصة أنه جلء الترافيك ربما الموقع غير مدعوم في بلدي الذي أسكن فيه دوما ما أسرع فيها الكلام والطرق ودوما ما ينتقدوني ينتقدوني الأصدقاء على القناة ولكني لازلت لم أنجح في تخلص من هذا المشكل لأنه أغلب زوار هذا الموقع من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ربما أغلب هذه المواقع غير مدعومة في بلدي الجزائر مثلا فكما ترى كل هذه عبارة عن روابط أريد أن أجد موقع أريد أن أجد موقع يدعم الجزائر ويفتح معي بشكل جيد كل هذه هي روابط كما ترون يا أصدقاء خلينا نشوف أتمنى أن يفتح هذا الموقع نعم فتح هذا الموقع وكما ترى يدعوك إلى التسجيل في الموقع وبالنسبة للأشخاص الذين يعرفون وما إلى ذلك قد تجد أيضا العديد من العروض أيضا في الموقع لماذا أنا متأكد من هذه النقاط وهذه الطرق لكسب المال من هذا الموقع الرائع والمتناسق لأنه ببساطة كما سبق وأشرت أعتقد أني أشرت في مطلع هذا الفيديو إلى الأمر أني أعرف صاحب الموقع وسبق له أن شارك تدوينة في هذا الموقع ويقول فقط من البلوغينج في شهر جانيوري وفبراير يمكنك أن تقرأ هذه المقالة سوف أترك لك رابط لهذه التدوينة ورابط للموقع لتستطيع أن تصفحه بنفسك وتقرأ كل شيء بتأني وتحلل الأفكار إذا كنت جيدة الإنجليزية ولغتك الإنجليزية جيدة فكما ترى هنا معي في شهر جانفي يقول لك أن الربح 180 دولار والمصاريف كانت 50 دولار يكون صافي الربح 130 دولار في شهر فبراير مثلا طرع أن الربح 167 دولار و67 مصاريف ليتكون 99 دولار ربح صافي يجلب هذا الموقع الترافيك بأكثر من طريقة وهي sales funnel email list الإعلانات وعلى أهم طريقة وأفضلها والتي تمثل أجمل وأفضل طريقة وهي SEO تكلمنا أو قمنا بعمل دورة كاملة عن SEO تستطيع أن تعود إليها من خلال الفقاعة التي تظهر لك هنا أو هنا على حسب اللغة التي تستخدمها ليا اليوتيوب كما سوف أترك لك أيضا رابط الدورة الكاملة ليا SEO في وصف هذا الفيديو السؤال الثاني التي نجيب عليه في هذه الحلقة هو الطرق التي يحصل بها على الترافيك كما سبق وأشارنا في البداية لحل أفضل طريقة وأجملها على الإطلاق كما أشارنا في هذا الفيديو قبل أن أبدأ في عرض الشاشة هو السيو لما لا يعرف سيو فسبقوا أن شاركنا دورة كاملة عن السيو كما سبق وأشارنا أو أخبرناكم يمكنك أن تعود إليها وتفحص أو تزيد من معرفتك في هذا المجال كما تعرف أن الموقع يحصل على أكثر من مليون زائر بشكل شهري أستطيع أيضا أن أتأكد من الأمر مثلا من خلال أخذ رابط الموقع وتفحصه في أداة نيل باتل سوف أترك لك هذا الموقع أيضا في التدوينة كل هذه المواقع التي نتكلم عنها سوف نترك لك روابط لها حتى ترى كم يحصل الموقع على زوار في الشهر لترى أن الموقع يحصل على أورغانيك ترافيك أكثر من مليون زائر وفي الولايات المتحدة الأمريكية نعم يا صديقي ركز معي هذه النقطة رائعة جدا ليهم أين تسكن إذا كنت تريد أن تنشئ موقع المهم هو الاستهداف سبق أن أشار لي أحد الأصدقاء يعرف أني أعمل على الأنترنت وقال لي هاي كيف لا يمكن أن أقوم ببناء موقع وأستهدف به مثلا أستراليا أنا أسكن في الجزائر ليس هناك علاقة بين مكان سكنك والجمهور الذي تريد استهدافه أيضا فكما ترى الكلمات المفتاحية مئة وغمسة وتسعون جيد وكل هذا بالإضافة أيضا إلى أنه يستطيع أن يحصل على ترافيك من خلال الإيميل لست ما معنى الإيميل لست بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون وهو عبارة عن برنامج تقوم أنت بجمع الإيميلات مثلا وبالنسبة لهذا الموقع ليس لديهم مشكلة مع الترافيك كل شهر مليون زائر يدخل إلى الموقع معناه أنه لو كانت نسبة التحويل حتى في أسوأ الأحوال سوف يحصل على خمسون ألف مشترك أو حتى عشرة آلاف مشترك في القائمة البريدية مجرد سنة سوف يكون لديه أكثر من مليون مشترك في القائمة البريدية وعندما يكون أو يملك عرض يقوم بإرسال إلى هذه القائمة البريدية وبالتالي سوف يحصل على تحويلات وكونفيرجن بالإضافة إلى الإعلانات التي يقوم بعملها صاحب الموقع كما سبق وأشار في هذه التدوينة تستطيع أن تقرأها وتتفحص فيها بنفسك زد على ذلك الترافيك الذي يحصل عليه من جوجل أو محرك البحث الذي يعتبر الأفضل على الإطلاق خاصة أنه كونه مجاني مئة بالمئة دعنا أيضا قبل أن ننتقل إلى آخر نقطة في هذا الفيديو أشير إلى شيء أحبه جدا 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 لو ترى أنه أرباح هذا الموقع في الثلاث سنوات الأولى 2015، 2016، 2017 تقارب السفر دولار باستثناء هذين الشهرين الذين ربما باع فيهما كورسات من إنتاجه أو عرض جيد للأفلييت أو شيء من هذا القبيل ولكن على العموم أنه الثلاث سنوات الأولى فعلا فعلا هي المعاناة فكما ترى في حدود سبعة دولار ستة دولار عشرة دولار لا شيء يساوي المهم بعد ثلاث سنوات تبدأ تجني في الأرباح ولكن قبل ذلك الأرباح ضعيفة جدا وبالتالي هذا هو العمل فالمبنى مثلا عندما تريد أن تعمل القاعدة أو الأساس يجب عليك أن تعمل تدعب تجتهد تقوم بتضبيط كل شيء للموقع حتى يأتيك الزوار خطوة خطوة وبعد ذلك يبدأ الموقع في النمو فمثلا لو أتوجه إلى أليكسا لأرى أن الموقع يملك ترتيب رائع ولكني أتمنى أن أحصل على كل الإحصائيات ففي البداية أكيد بدأ من الصفر ويبدأ الموقع في الصعود شيئا فشيئا دعنا ننتقل إلى أهم نقطة في هذا الفيديو كيف أستطيع أن أقوم بعمل موقع أو أبني موقع أستطيع أن أربح منه بهذه الاستراتيجيات أول شيء إنشاء موقع بعد أن تقوم بإنشاء الموقع يبدأ الزوار بدخول إلى موقعك يجب أن تكون تنشر شيء أنت تتقنه أنت مبدع فيه تستطيع أن تنشر شيء لا تفهمه ولكن يجب أن تدرس عليه بشكل جيد فحتى لو كنت لا تملك أي مهارات يمكنك أن تبدأ في تعلم مهارات أو تعلم مجال جيدا ركز عليه اثبت بعد ذلك تستطيع أن تبدأ في نشر روابط الأفليايت روابط أو تبيع الدورات إذا استطعت أن تصبح خبير في مجال ما تقوم بدمج الإعلانات في الموقع دعنا مثلا نشير إلى موقع ربما يعرفه العديد من من يشاهدون هذا الفيديو خاصة أنه عن السيمولايف تكلم عنه أكثر من مرة هذا الموقع طبعا هو موقع كليك بانك في هذا الموقع تستطيع أن تجد العديد من الدورات الرقمية مثلا المنتجات تستطيع أن تقوم بعمل تسويق لها بحيث أن صاحب هذا العمل يقول لك اجلب لي مشتري وأمنحك أكثر من خمسون بالمئة من السعر خاصة في خصوص الدورات الرقمية خاصة وأن المنشئ المحتوى لا يخسر أي شيء عندما يبيع الدورة مرة أخرى على عكس إنك كنت تبيع منتج مادي فأنت تخسر شيء مادي تستطيع أن تدخل إلى كليك بانك وتختار المنتج الذي تقوم بالتسويق له وتركز عليه وتقوم بالتسويق لحفا مثلا الدي صديق لديه موقع أكثر من ستون مقالة وكلها يقوم بالتسويق لمنتج واحد بالرغم من أنها العديد من المقالات صحيح أنها مترابطة ومتشابكة مع بعض ولكنه دوما يقوم بنصح بدورة ويقول أنه كذا وكذا وهذه أفدتني كثيرا وأستطيع أن أقول لك كذا وكذا المهم يقوم بعمل هذا الأسلوب وهو ناجح ويجلب له مبالغ جد محترمة من بين الأشخاص الذين تعرفت عليهم بعد أن بدأوا يشاهدوا قناتي ويتواصلون معي دوما ربما يشاهد هذا الفيديو حاليا وأعتقد أنه لن يكون سعيد إذا تكلمت عن أو تكلمت عن الموقع وبالتالي أترك لك الحرية في تصفح موقع كليك بانك مثلا وتبدأ القاعدة تبدأ في نشر المحتوى بعد أن تنشر المحتوى تقوم بجلب منتج تسوق له وتقوم بعمل الأفليات تستطيع أن تركب الإعلانات تستطيع أن تحصل على المال من خلال بيع دورات احتلافية إذا كنت جيد مجال معين كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح إن وفقت في الشرح فمن الله وحده إن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان كان معكم من خلف المايك اللقم فارس حتى ألقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله لا تبخروا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو اشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع الأصدقاء إذا أحسست أنه يمكن أن يقدم معلومة لصديق الذي تشارك معه هذا الفيديو سلام سلام اشتركوا في القناة